السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل المامي اللي سألت هنعمل ايه بعد ما نخلص الفانيكس بعد ما خلص الصوتيات المفروض اعمل ايه هجاوب عليك هنا في الفيديو ده وكمان هقولك ايه مراحل الكورس لو انتي مش عايز تدي ابنك او مش قادة تدي ابنك كورس برا ازاي تدي ابنك كورس في البيت بنفس مراحل الكورس بمحتوياته ويلا بينا نشوف مع بعض اول حاجة لازم ابنك من سن اربع سنين نشتغل معه قورل قورل ازاي شافوي يعني وكمان بجيب بطاقات عشان اعرف ابني شكل الحرف واسم الحرف تمام والافضل ان احنا نركز على small letter او lowercase letter تمام اهم حاجة نكون عارف الحروف وهي small وطبعا هنورها له capital فالافضل ان انا جيب ايه اي كروت من المكتبات رخيصة جدا بحيس انه يبقى عارف الشكل والاسم ده هشتغل معي من اربع سنين لخمس سنين تمام من اول خمس سنين هبتدي ايه هبتدي بقى اشتغل phonics level 1 طيب phonics level 1 ده بيحتوي على ايه بيحتوي اللي احنا خدناه طبعا بيحتوي على اوكسفورد part 1 اوكسفورد part 2 اوكسفورد part 3 يعني اول ثلاث اجزاء من الكورس بتاع الاوكسفورد phonics طيب مش عايزة ادي الاوكسفورد phonics هشتغل ازاي هشتغل اول حاجة هدي اصوات الحروف اتفقنا؟ طيب خلصنا اصوات الحروف هنعمل ايه؟ هات دي الاصوات المتحركة قصيرة اللي هي يعني ايه short vowel يعني ازاي امتى هانطى الحرف بصوته بعد ما خلص بعد ما خلص الحرف بصوته في الكلمات السلسية هبتدي ادي long vowel يعني ايه long vowel يعني امتى بانطى الحرف باسمه اظن مفيش اسهل من كده خلصت الاصوات خلصت short vowel خلصت long vowel يعني امتى هانطى بصوته وامتى هانطى باسمه هعمل كده بقى دي كده اللي هو ايه الدامج وابتدي احط له ثلاث حروف مع بعض او كلمات السلسية ويبتدي ان هو ينطقها تمام؟ دي اول في ايه كورس او انتي هتدي كورس مع ابنك ده level 1 اللي هو الفونيكس level 1 اهم حاجة ملحوظة في الليفل دوت لازم يقرى كتير اسناء الكورس لازم يقرى كلمات سلاثية كتير جدا وطبعا هياخد long vowel فهتبقى الكلمات من اربع حروف وهكذا تمام؟ بعد ما يخلص النتيجة بتاعت الكورس ده هو يقدر يتهجى ويقرى اي كلمة كانت مهما كانت قدامه يقدر يقرى حتى لو ما قدرش يجمعها بس ايه يستهجى الكلمة كويس بعد كده فونيكس level 2 وده بيبتدي من سبع سنين لثمان سنين وطبعا مش مقياس ان انا بقول كده ممكن طالب يكون عنه سبع وتمان تسع سنين ما بيعرفش يقرى فهياخد فونيكس level 1 تمام؟ انا بقولك على المراحل بترتيب ابني بعد كده في الفونيكس level 2 ده level 2 بدي ايه؟ بدي الحالات الخاصة للحروف يعني بدي صفت 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 انت ايه؟ انت بديهم ايه في لفل وان بديهم الضماير بفهموا يعني ايه ضمير وايه هي زي الهي والشي والايتو وهي والذي والوي وهكذا وتاني حاجة بديل ايه والان امتى بحط ايه امتى بحط ايه امتى ما بحطش خالص بديلوا الجامع والمفرد تمام بديلوا فيرب توي بديلوا اسماء الاشارة بعرفوا اقسام الكلام بشكل مبسط اللي هي النون برناون تمام و بديلوا الاجكتف بعد الصفات وبكده كون خلصت جرامر ليفل وان وابني يكون متأسس جدا جدا في اللغة بيعرفي اقرا كويس بيعرفي اقرا يكون جملة كويس جدا تمام مفيش اي كلمة تيجي قدامه سواء كان فيها حالات خاصة او كلمة عادية فيها لونج او شورت الى ما يكون بينطقها كويس ودي مراحل الكورس وماذا بعد الصوتيات بعد كده ابني لما بيكبر ببتدي بقى قدي ايه جرامر ليفل تو زي هاف وهاز وهكذا وكمان بدي المفروض من سنة 8 سنين ابتدي اقدي كمان conversation اللي هي محطة عشان اثري الكلمات عند ابني يارب تكونوا استفدتوا اي حد يستفد من الفيديو ده بعد اذنكم يعملي لايك ويبعت لكل المامي اللي محتاجة الفيديو ده وسعوا نطاق الفيديوهات يا جماعة عشان يوصل للمامي اللي مش قادرة تدي كورسات او بتذكر الولادة في البيت ربنا يجعلوا بزيلا حسناتنا وحسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته